من الأسئلة اللي جدتي البارحة مثلا لماذا تنصح بتعلم الرقعة للمبتدئين يعني ليش تنصح انه يبدون المبتدئين بخط الرقعة طبعا هي النصيحة شي وانه هناك من يعتبرها قاعدة انه لازم تبدي بالرقعة وتمشي او لازم كذا هذا ما موجود بالخطر نهائيا مثلا احيانا يجيك طلاب يجيك طالب مثلا ما يعرف شنو محبرة طالب صغير بعد ما يعرف شنو محبرة ما يعرف شنو قصبة كيف يقطع القصبة كيف يحط الحبر للمحبرة كيف يستمد استمداد من المحبرة للقلم كيف يمسك القلم هاي الامور طالب مستجد ما يعرف بيها وما يعرف يمسكها فهذا الشي بما أنه هو جديد فرح يدرس خط الرقعة أولا خط الرقعة هو الخط أبسط من بقية الخطوط ولكن ما رح يتعلم خط الرقعة وحدها المبتدأ رح يتعلم قواعد الرقعة ورح يتعلم شون يتعامل ويا القلم وشون يتعامل ويا المحبرة وشون رح يخلي الحبر بالمحبرة والخيوط وهالأمور وكيف يستمد ياخذ من المحبرة إلى القلم وكيف يمسك القلم بشكل صحيح المبتدئين الآن حتى قلمهم لا يعرفون كيف يمسكوه تجي تقول لي مثلا الأقدمين كانوا مثلا من أن نشوف هذه الكراسات القديمة يكتبون خط الثلث أول ما يدخلون الخط يكتبون ثلث ونسخ أقول لك تمام ولكن مو ذولة مو هنا مو هذا الزمن ذاك الزمن لأن ذاك الزمن كل من يريد يتعلم فن الخط أكيد هو يعرف يقرأ ويكتب فبما أنه هو يعرف يقرأ ويكتب يعني يريد يصير خطات معناها هو داخل مدرسة ذاك الوقت ماكو مدرسة أكو كتاتيب زين هاي الكتاتيب كيف علموهم ما علموهم بهذا القلم ذاك الوقت بالعثمانيون ما علموهم بهذا القلم وإنما بمحبرة وسلاية اللي هي الريشة المعدنية معناها رح يجيك شخص يعرف يقرأ ويكتب ومستخدم المحبرة ومستخدم الحبر وعارف شنو حبر وعارف شنو سلاية وعارف شنو الورق فلهذا القديمين لما كانوا يبدون برب يسر وثلث ونسخ يعني يبدي ثلث ونسخ أول ما يبدي وما يحتاجون له رقعة هو أساسا بالكتاتيب وأساسا تلقاه يكتب خط الرقعة لأن الكتاتيب قبل كتابة العادية كتابة الرسالة كتابة مدونات كلها بخط الرقعة طبعا اللي طلب الإرسال اللي يبعث بس خلي أخلص وإن شاء الله وابعثوا طلب إرسال للمشاركة بالبث ونوافق عليها إن شاء الله لاندا تصعد عندي ما أعرف شنو الأسئلة اللي جوه هسا من أخلص ننزل على الأسئلة الجوه أو إذا أكو ردود نصعد عليها وحدة وحدة إن شاء الله ونشك السؤال نجاوب عليه إن شاء الله فإنه لماذا تنصح بخط الرقعة أنا أنصح حاليا الطلاب الشباب الصغار على إحيانا من طلاب يأكون صغار 14 سنة 14 سنة 8 سنوات أو 8 سنوات فما فوق أو 10 سنوات هذول الطلاب اللي رح يجون هذا الجيل الجديد ما يعرف غير الآيباد حتى القلم العادي صاروا ما يعرفوه يعني أبناءنا اللي بهاي العمر بهذا الجيل الآن حتى هذا القلم صاروا ما يعرفوه كلهم يكتبون كلها بالآيباد وبالتليفون وبالكذا فذولا كيف تعملوا ياهم لازم قبل ما يتعلم الخط يتعلم الأدوات يتعلم مسكة القلم الحبر كذا هاي الأمور فليهذا ماكو شي قاعدة اسمها إنه أدرس الرقعة أول شيء أو النسخ أول شيء لأ لكل طالب لكل حالة لكل أستاذ إلا طريقة وكل أصحيح بس إذا نرجع على طريقة الأقدمين اللي تكتب ربي يسر لمدة زين هنا ليش هاي تكلمت بها قبل في فيديو إنه ليش قبل كانوا العثمانيين ربي يسر يبقى بها ستة شهر يكتب بعد ما يكمل ربي يسر يبدي بالحروف كانوا قبل هناك من يقول اختبار من الأستاذ يشوف صبر الطالب وكذا هي النوعا ما صحيح كل هذا صحيح لأن كله هو التخمين ولكن اللي قبل مثل ما ذكرت كانوا يجون الأشخاص اللي يريدون يتعلمون الخاط كانوا عندهم الكتابة والقراءة فكانوا يكتبون بالحبر والسلاية ويدهم متعلمة على السرعة يعني الكتابات اللي مثل هاي اللي تكلمنا عليها الكتابة السريعة فلما تريد تصير خطات فأنت خطات وليس كاتب الكاتب شي والخطات شي فينطيك ربي يسر الأستاذ تبقى بيها خمسة شهر شهرين ستة شهر يعلمك الصبر يعلمك أنه أنت هنا فن الخط أنت داخل صنعة أنت داخل فن صنات بالتركي كثير من هاي كلمة صنات بالتركي هي فن فأنت داخل فن يعني يعلمك الصبر بهاي الشغلة فقط واختاروا ربي يسر ولا تعسر إنه هو الدعاء الجميل والاستفتاحية به الآن يجوني أشخاص عقله رايح بالفيسبوك عقله بالآيباد عقله بالهاي أنطي ربي يسر ستة شهر يصبر عليها لا والله سبوع و بعد ما شوفها يعني ما راح أكمل وياه ما راح أكمل وياه لا بستة شهر ولا شي يقول لك هين ستة شهر بس ربي يسر نحن بزمن سرعة هسه وهو الشخص لا يعرف قلم ولا يعرف هاي الأقلام هاي إذا قدر يكتب ناسة معظمنا المتواجدين حاليا إذا نريد نكتب بالأقلام العادية كتابتنا أصبحت سيئة آني من الناس لما تركنا الجامعة وخلاص ووقفنا الكتابات المحاضرات والكذا والأمور والدراسة كتابتنا الآن بالقلم العادي راحت كل رسائل كل كتابتنا على التليفون أو على الكيبورد قد يكون نكتب بالكيبورد بدون ما ننظر على الكيبورد ونكتب ونعرف أماكن الحروف بسبب الدنيا تغيرت فتشوف الكتابة مثل الرسائل القديمة اللي كانوا لي أباءنا وأجدادنا تشوف كتابتهم أحلى وهذا الشي طبيعي يعني متماشي مع الحياة والتقدم والتكنولوجيا وعصر السرعة وهذه الأمور كلها اللي نشوفها فلهذا أنا ما أنصح إلا لأن هذا الزمن أما عندي كثير من الطلاب بدأنا معاهم بدورة مباشرة بخط النسخ هناك طلاب عندي بدأوا بخط الرقعة موجودين أعتقد بالليف الآن مو بالرقعة أقصد عفوا بالديواني بدأوا بخط الديواني وأتقنوا الديواني من بعد اللي راح كذا اللي راح كذا اللي يعني اللي بعد الديواني ف ترجمة نانسي قنقر